دور حزب المصريين الأحرار داخل هذه الانتخابات الرئاسية منذ بداية الاستعداد لهذه الانتخابات حيث مرت تبيئة العديد من البيانات والعديد من المتابعات وصولا إلى هذا اليوم وهو اليوم الفرق واليوم الثالث والأخير لانتخابات الرئاسية 2024 خليني طب أبدأ الأول وأن احنا بنوجه الشكر للشعب المصري العظيم في وقفته مع دولته اللي هي المعتادة اللي شفناها في 30 يونيو 2013 شفناها في 73 شفناها دايماً الشعب المصري بيبادر فوقت الأزمات بيئة التواجد والمبادرة لدعم الدولة والوقوف جنبها حزب المصريين الأحرار مش جديد عليه أنه هو يقوم بالدور الوطني هو من ساعة 100 أسس وهو وقف مع الدولة المصرية وفي كل المواقف وكل الترتيبات اللي حصلت الفترة اللي فاتت يمكن احنا كنا في سنة 2017 كنا عملنا احتفالية كبيرة جداً جددنا فيها التفويد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتجهيزاً لانتخابات 2018 في الفترة دياً وفي سنة 2023 كنا من أوائل الأحزاب المصرية يمكن أول حزب مصري أعلن أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو المرشح الرئاسي لحزب المصريين الأحرار في الانتخابات القادمة ما فيه شك ان احنا بنتابع العملية الانتخابية عندنا خبرة الحمد لله كويس جداً في إدارة العملية الانتخابية عندنا غرف عمليات عندنا غرفة عمليات مركزية بندير بينها عن طريق نقطة التواصل بيننا ما بين الغرف العملية الفرعية على المستوى المحافظات 27 محافظة أو عن طريق المندبين الخاصين بنا في كل اللجان الفرعية اللي خاصة بدولة بالحديث عن هذه النقطة تحديداً أستاذ إسلام من خلال متابعتك من خلال اللجان الفرعية وغرفة عمل المصريين الأحرار خلال اليومين السابقين ما الذي تبعته في داخل الحزب من سير العملية الانتخابية الرئاسية 2024 يمكن هي بدأت من خلال أول ثلاث ساعات عندنا في اليوم الأول من خلال أول ثلاث ساعات من خلال الرصد عندنا لقينا أن المعدلات بتقول أن احنا أكتر من المشاركة الانتخابية أكتر من 2018 و2014 وكانت دي القراءة اللي هي بتتفق حقيقة مع الموقف القراءة المسبقة للأحداث في ناس كتير أو في أقاويل كانت بتطلع على السوشيال ميديا إنها هيبقى في حالة عزوف لا ما فيش مشاركة لا ما فيش رغبة في المشاركة الانتخابية لكن بصراحة إحنا كانت كل الأبحاث اللي عندنا وكل الدراسات اللي عندنا بتقول إنها يحصل في حالة قوي جدا من المشاركة لعدة أسباب واحد من الأهمها الوضع الدولي الحالي والدولة المصرية ما تعدي به من تحديات وتهديدات في المنطقة وبالتالي إحنا على طول بنقدر نقرأ الشعب المصري بيعمل إيه ساعة الأزمات وساعة التهديدات والتحديات لازم الشعب المصري بيجري على طول وبيقف في دعم الدولة يعني هل حديك بتقول إن النقطة دي تحديدا الظروف والتحديات التي مرت وتحيط بالدولة المصرية هي ما دفعت جميع المصريين من أجل النضول في هذه الانتخابات والإداءة بساطية؟ لا 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 مش هي دين لكن دي واحدة من أسباب طبعا دي من أولى الأسباب اللي موجودة هل هذا سبب أسمى وأكبر؟ سبب قوي طبعا الظروف الأمنية اللي بتعدي بها المنطقة أو الظروف التهديدات واستهداف الدولة المصرية تخلينا على طول نفس الفكرة اللي كانت حصلة عندنا في 30 يونيو لما لقينا الشعب المصري لوحده في 30 يونيو بدأ ينزل الشارع عشان يستعيد دولتهم من فكرة محاولة يعني عايز أقول السيطرة عليها من قبل الطائرات الظلامية في الفترة دي والحفاظ على الوطن والحفاظ على الوطن فبالتالي دي دايما الشخصية المصرية الفريدة اللي احنا بنتميز بها وقت الجد ووقت الشدة بتلاقي المصريين في رباطة مع بعض أكيد فبالتالي دي كانت واحد منها الجزء التالي طبعا هو يعني فيه إنجازات كتيرة جدا حصلت الفترة اللي فاتت على مدى العشر سنين وكانت عشان كده يعني ممكن بضمن الإنجازات احنا أنا مش متفاجئين ولا بتواجد المرأة العظيم ودور المرأة العظيم في المشاركة الانتخابية دور الشباب في عدد كبير جدا من المحللين بيقولوا انه هو دور مفاجئ أنا اشتغلت مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشؤول الشباب لمدة 7 أو 8 سنوات لا الشباب المصري هو الشباب اللي نزل في 30 يونيو 2013 هو الشباب اللي نزل في 2011 هو الشباب اللي حارب قبل كده في سنة 73 فالشباب المصري دايما في دعم الدولة المصرية فبالتالي هو دوره مش مفاجئ لكن المحفزات بالنسبة له بتبقى مختلفة والحسابات احنا دايما بنفكر بتفكيرنا ما بنفكرش بتفكير وجهة النظر خاصة بالشباب والسن الشباب المحفزات مختلفة في هذه الانتخابات الرئاسية 2024 بالنسبة للشباب رأينا العديد من تواجد الشباب في كافة المحافظات وفي كافة اللجانة الارفعية ومراكز الاقتراع في هذه المرحلة وفي هذه الانتخابات الرئاسية 2024 ما الذي دفع الشباب بالتواجد بهذه الكثرة في هذه الانتخابات تحديدة وما هي الحوافز وراء ذلك طيب يعني خلينا نبدأ من ان احنا دولة المصرية على مدى الفترة الطويلة للتسعة سنوات اللي فاتت كان واحد من ضمن اهم المبادرات اللي عملتها ان هي عملت مؤتمرات خاصة للشباب عملت عام للشباب عملت حوافز خاصة للشباب في دستور المصري بتحديد كوتا معينة لعدد اعضاء مجلس النواب في ان الشباب كمان قانون مجلس المحليات كان العرض بتاعه للنصوص الدستورية اللي موجودة انها في نسبة لا تخلع عن 25% للشباب والمرحة الجزء التاني بالنسبة لعامل الشباب الحوار الوطني الحوار الوطني اضاف لجنة خاصة بمناقشة اضاء الشباب اذا الشباب هم على مصرح الاحداث دايما مفيش حطوط خمرة في قراءهم مفيش يعني بيعرضوا وجهات نظرهم الشباب المصري مسقف جدا ومطلع جدا ورؤينا تواجد للشباب سياسيا ايضا على الساحة السياسية على الساحة السياسية عادت كبير جدا من الشباب موجودين ويمكن اغلبهم خارجين مدرسة المصريين الاحرار الاغرب الموجودين النهاردة لكن في المقابل الاول هتلاقي حضرتك ان كان في عامل الشباب عامل المرأة المصرية عامل زوي الهمم اللي احنا شفناهم برضو بالمشاركة بيشاركوا بكسرة في المشاركة الانتخابية اذا هي نتيجة لأحداث حصلت فعليا ويعني في مقدمات من الدولة وكان على رأسها فخمت الرئيس عبدالفتاح السيزي هو اللي كان بيقود هذه المؤتمرات ونشوفه بيحضر في كل المؤتمرات وما فيش جلسة تقريبا بيعديها يعني معنا صح لكن في كل الاحوال هو النهاردة رد اللي ما قامت به الدولة في خلال السبع او التاسع سروات اللي فاتت مجهود ضخم من هذه الانجازات طيب فبالتالي احنا عندنا النهاردة قبل الانتقال لنقطة جديدة حضرتك التحدث تحديدا عن دوي القدرات الخاصة ودوي الهمم من خلال متابعتك على مدار اليومين السبقين كيف تبعت عملية وسيرع العملية الانتخابية من تسهيل وتيسير على دوي الهمم من قبل المسؤولين في الانتخابات الرئاسية حتى يتسنى لهم التصويت والإدلاء بأصواتهم في داخل هذه الانتخابات بسهولة ويسرى يعني احنا شفنا الهيئة الوطنية للانتخابات مدى التسهيلات اللي عملتها لدوي الهمم وفي إطار الإدلاء بأصواتهم من استحداث وسائل خاصة بمرعاة الظروف الخاصة ليهم أو فكرة ان احنا بنشوف ان القضاء فعلا بينزله للناس اللي مش قادرة تطلع اللجان أو كده هول وبالعكس يعني كل المشاركة وكل الحالة كانت فيها إطار من التسهيل لدعم المشاركة وتحفيز المشاركة والتأكيد على ان ده حق وواجب للدولة المصرية في المقام الأول وفي الأخير احنا كل دولة بيحصل ليه ان الشعب المصري بيعلن التأييد للدولة المصرية وانه يقفوا مع مستقبله نعم دكتور عصام خليل لرئيس حزب المصرين الأحرار كان له تصريح وقال ان الانتخابات الرئاسية 2024 حدث كبير جدا وقال ايضا ان الاقبال على تصويف هذه الانتخابات فاقت وقعات الحزب لماذا فاقت وقعات الحزب هذا الاقبال من جموع من المصريين على الادلاء بأصوطهم داخل الانتخابات الرئاسية يعني هو طبعا هي الانتخابات الرئاسية هي تاجة الاستحقاقات الانتخابية باعتبر الانتخابات الرئاسية هي أهم الانتخابات والاستحقاقات اللي بتحصل على مدى الدورات الانتخابية كالكل نعم التأديرات الموقف اللي كانت خاصة بالحزب كان آه فيه وجود للمشاركة هتبقى أرقام كبيرة طبعا لكن السيرة العملية الانتخابية حضرتك عارفة أننا دايماً بيبقى التضفق بيبقى في اليوم الأخير لكننا شفنا أن التضفق من اليوم الأول ومن الساعات الأولى يمكن فاتح باب الانتخابات كان فاتح باب التصويت الساعة 9 صبح كانت الناس وقفة في التوابير من الساعة 8 صبح فبالتالي هو ده اللي كان مفاجئ بالنسبة لنا أننا البداية والاستمرارية يعني عادة دايماً بيحصل حالة من حالات الهدوء في فترات معينة ده تاريخ ما بيقول كده في الانتخابات في المشاركة الانتخابية اليوم التاني بيبقى دايماً أهدى لأن برح كان يوم عظيم من الأدلاء يمكن أن برح الهيئة الوطنية أعلنت في منتصف اليوم أن عدد المشاركة وصل لـ 45% 25% يعني إحنا بيكلم ما يفوق 30 مليون شخص لغاية دلوقتي وبالتالي ولسه فيه تقرب عن فيه حالة الهدوء فإن كمان توفض أعداد كبيرة والوقوف أمام اللجان الفرعية ومراكز الاقتراع بالنسبة كبيرة جداً حتى في فترة الراحة بالنسبة للمستشارين والقضاء داخل اللجانة الانتخابية وكانوا يظلوا متضرين حتى فتح اللجنة الانتخابية مرة أخرى وهذا كان مشهد عظيم مظبوط أنا شفتها بعيني على الأرض الواقع على الأرض الواقع فعلاً ده حصل طيب أهم ما رصبتم وأيضاً حضرتك تحدثت عن نقطة مهمة عن أن الانتخابات الرئاسية الحالية هي لا تقل أهمية عن 30 من يونيو لماذا؟ وما هو المقارنة ووجه التشابه بينهم وبين البعض ما فيه شك أننا عندنا حجمة من التحديات حالية وحجمة من التهديدات الخاصة على الساحة الدولية وخاصة ما يدور في غزة وموقف الدولة المصرية العظيمة منها كالمعتد الظرف دور يؤدي بينا لحالة من حالات التماسك مع الدولة المصرية وإحنا شايفين أنه فيه نوع من الاستهداف ومحاولة التأثير على القرار المصري واستناد لي ملف خاص بموضوع استقبال عدد من أخواتنا وأشقائنا الفلسطينيين عبر الحدود وبالتالي هذه الانتخابات هي انتخابات مفصلية لأنها تأييد للقرار المصري الدعم لحل الدولتين ودعم الشعب الفلسطيني في صموده العظيم وبالتالي أن الحدود المصرية كمان خط أحمر ده الرقم الأول النقطة الثانية أنها استعداداً لاستكمالاً لمسيرة 30 من يونيو في إطار الجمهورية الجديدة وبناء الدولة الجديدة لأنها نحن نتحدث في الانتخابات من 24 لغاية 2030 وهي ما تتماشى مع الرؤية المصرية والاستراتيجية الوطنية للخاصة ببناء الدولة المصرية الجديدة كل ده بيقول اللي احنا في مرحلة تاريخية مهمة جداً ومرحلة تعبر عن مواقف متغيرات عالمية كتيرة ممكن كانت حرب الروسية الأوكرونية في بداية سنة 22 أصرد بشكل غير مباشر اقتصادياً علينا لكن في الأول وفي الآخر احنا في مفترق طرق مهمة جداً الشعب المصري أعلن لأنه كان كمان كان فيه مقدمات للكلام ده من بعض الأبواق الخارجية اللي كانت فيها استهداف للدولة المصرية وفيها محاولة للتأثير على الشكل العام والشعب المصري مش هيشارك لكن النهاردة الرد دايماً ودايماً ده اللي بيعمله الشعب المصري أنه دايماً كل استهداف وكل محاولة للنيل منه بيقوم بهاك ساعة نعم الحديث عنها كل هذه الأمور هناك من يشابه ويقارن بين الظروف والتحديات التي كانت تحيط بانتخابات الرئاسية 2014 وبين الظروف والتحديات التي تحيط الآن أيضاً بهذه الانتخابات الرئاسية 2024 إلى أي مدى توجد وجه التشابه بين هذين الانتخابين في الظروف والصعاب؟ وهل يوجد أصلاً تشابه مقارنة بينهم؟ يعني إذا تحدثنا بس عن أنها فترات بتبقى صعبة 2014 كانت فترة صعبة بعد الثورة 30 من يونيو وما بها من آثار كانت من وضع دولي شائق ضد الدولة المصرية واستهداف دولي أيضاً ضد الدولة المصرية نفس الفكرة على الصعيد الداخلي والحالة من حالات الدفاع عن طيار معين واستخدامه للوسائل الإرهابية للتنكيل بالدولة المصرية أبواق عالمية ضد مصر الكلام ده كله كان في 2013 وكان أصاره في 2014 وبالتالي الانتخابات كانت انتخابات مفصلية في 2014 نفس الكلام بيعدي بنا النهاردة من محاولة استهداف الدولة المصرية مرة أخرى محاولة التنكيل بها محاولة التأثير على قرارها وممارسة بعض الضغوط عليها فبالتالي الظرف الدولي هو اللي بيحتم عليها نفس الشكل لكن أعتقد المرة دي إحنا في 2024 في فرق كبير جداً ل 그러니까 świeة دولة المصرية أصبح دولة قوية دولة أمنة دولة مستقرة دولة استعادة يعني كان على ديما كنا بنقول إن مراحل بناء الدولة المصرية كان فيه استعادة الدولة المصرية الفترة الأولى الولاية الأولى الفخمط الرئيس الولاية الثانية هي تسبيت أركان الدولة والولاية الثالثة هي البناء للجمهورية الجديدة فبالتالي احنا النهاردة في المرحلة الثالثة دي فرق كبير جدا طبعا على المستوى الداخلي والخارجي على وضع مصر والمكانة اللي كانت لها اللي هي استعدتها ما بعد 2014 لغاية النهاردة مجهود كبير جدا تبوزل على مدى العشر سنوات الفاتد